اشتركوا في القناة من رفع العاسلة في مثل هذه الاوقات من السنة يا ترى لماذا نحذر من الوقوع في مثل هذه الاخطاء خطأ اذا وقع به الاخنحال نسأل الله ان يخلفه في نحله محاضرة قيمة الاستاذ رشدي زريقي من فلسطين حول يمنع منعا باتا الرفع الادوار في هذا التوقيت بالذات من السنة تكونوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي لك اخي ابو موسى وتحياتي لعضاء المجموعة جميعا اخي ابو موسى يعني انت ذكرت انه الان هو وقت التوسع الرأسي لكن من وجهة نظري انا بقول لا لسه التوسع الرأسي مبكر عليه ليش لانه يعني لازال في احتمال امامنا انه يكون في منخفضات باردة ما بعرف الاجواء عندكم كيف اللي هي يعني استقرت الاجواء او يعني ارتفعت درجات الحرارة او لا اما لكن احنا عندنا لازال الجو بارد ولازال في تأثير المخفضات الجوية واجمالا يعني شهر شباط جميعه زي ما بقول المثل شهر شباط ما في عدير باط يعني شهر شباط بكون الصبح شيء والظهر شيء والمغرب شيء يعني اعطيك مثال اليوم كانت عندنا درجات الحرارة بالنهار 19 بعد العشاء هيك عند الساعة تقريبا ثمانة انخفضت درجات الحرارة بشكل ملموس جدا وسقط مطر فلذلك يعني التقلبات الجوية هذه وانخفضت درجات الحرارة المفاجئة قد تربك النحل والنحال في نفس الوقت الخشي في الموضوع هوانا انه اذا رفعنا عن طريقة التغسع الرأسي وصار فيه برد والبرد هذا قوي واضطر النحل الى التعنقد سيتعنقد في الطابق العلوي ويهجر الطابق السفلي لذلك ممكن الحضنة انها تبرد او ممكن انها تموت او ممكن انها تموت او ممكن نصير فيه خلل معين في الخلايا لذلك احنا منكل ننتظر قليلا حتى على الاقل يعني لا نهاية شهر شباط اذا بدنا نقوم بالتوسع الرأسي الا اذا كان يعني النحل قوي وواصل مثلا عشر اطارات ومضغوط ممكن يعني انه نلجأ في هذه الحالة اما يعني انه بدي ارفع خلية من ست اطارات او سبع اطارات ثمان اطارات لسه ما ضغطت كويس ولسه الحضنة ما بدأت تفكس يعني بصير هاك خطأ في الشغل هي فلسفة التوسع الرأسي في النحل انه انا يعني بدي احاول قدر الامكان اني اخفف جهد على النحل في رفع درجة الحرارة يعني نعطي مثال انه لو كان في عنا خلية من عشر اطارات ونحل شفنا انضغط شوي وخفنا مثلا من عملية تطريد بدنا نوسع عليه وركبنا العاسري او الصندوق الثاني في هذه الحالة بدنا ناخد مثلا اطارات حضنة مغلقة وننزل فيها اطارات ننزل مكانها اطارات اساس او ممكن انه يعني نحط اطارات مبنية وتكون يعني لونها اصفر قليلا يعني بدنا اياه جديد هذا اطارات هذه الجديدة ولنفترض انه ما رفعنا حضنة من تحت لكن في هذه الحالة مثلا اذا رفعنا ثلاث اطارات ممكن بصير في عنا مساحة كبيرة واسعة فارغة وهذه المساحة على اساس يعني مطلوب من النحل انه يرفع درجة حرارة الكتلة او المساحة هذه الفاضية اللي ممكن توصل الى عشر لتر من الهواء مساحتها النحل يعني مضطر انه يبذل جهد كبير حتى يرفع درجة حرارة هذه المنطقة الفارغة وبمجرد انه حال يعني رفع الغطاء قليلا ولو لمدة ثواني هذا الهواء الساخن او الدافئ في هذه المنطقة الفارغة سيخرج مباشرة وبشكل سريع جدا ويدخل مكانه هواء بارد في هذه الحالة برضو النحل سيحتاج الى كمية الى جهد كبير جدا حتى يرفع درجة الحرارة هاي المنطقة اللي في الضيط لذلك يعني احنا منقول ده يعني وانا شفت يعني اكتناعت بالفكرة طبعا الفكرة ناكشنا احنا والاستاذ سليمان يوسف في احدى المجموعات تما كان معنا في احدى المجموعات ويعني انا اكتناعت بالفكرة واكتناعت بالفكرة من الدكتور ابراهيم ماضي فالفكرة تقوم على انه احنا بدنا نرفع يعني نرفع تقريبا نص النحل الموجود في صندوق التربية الى صندوق العاسلة مرة واحدة وننزل اطارات مفتوحة بكون هاي بس الهدف منها انه ما نترك مساحة فاضية يعني منحط عازل فلين بالصندوق التربية وعازل فلين في صندوق العاسلية هوانا بتصير الخلية وكأنها كتلة واحدة او كأنه ما في عندها مساحات فارغة نهائيا بخفف على النحل مجهود لانه يرفع درجة حرارة الخلية عندما تكون درجات الحرارة ما بدنا نكون بردي ولكن شبه بردي يعني درجات الحرارة زالت اقل من عشرين الامر الاخر ابو موسى والكلام الجميع هنا انه بدنا احنا نستغل الطاقة الكامنة في النحل الحاضن او النحل المنزلي فخلال هذه الفترة القادمة سنلاحظ وجود اطارات مليانة بالحضنة من الخشب الى الخشب يعني بمعنى اخر انه في عندنا في الاطار الواحد ما يقارب من ستة الاف الى ستة الاف وخبسمية حضنة راح تفكس فاذا كان في الخلية عندنا مثلا اطارين او ثلاث من هذه الحضنة اللي بتكون من الخشب الى الخشب فممكن نصير في عندنا تقريبا من عشر الى خمستاشر الف نحلة حاضنة او نحلة منزلية هذا بدنا نستفيد من طاقتها لانه النحل الموجود حاليا هو نحل تقريبا مؤظم وكبير بالسن وهذا النحل هو على وشكل الموت يعني مجرد ما تفعل درجات الحرارة يتغير كل النحل اللي كان موجود عندنا سابقا ويموت كل النحل اللي يبكى في الخلايا هو النحل الجديد فاحنا بصير في عندنا من عشر الى خمستاشر الف نحلة حاضنة وهذه النحلة الحاضنة هذه بالاعداد الكبيرة هذه يعني مش كله راح يشتغل يعني ما دام هو ما لا يستطيع او ما في عنده القدرة على السروح فهو يعني سيبكى تقريبا ما بدنا نكون عاطل عن العمل ولكن شبه عاطل عن العمل والنحل بطبيعته ما بحب يتعطل عن الشغل يعني سواء النحل حاضن او نحل سارح ما بحب يتعطل عن الشغل بده يضل يشتغل النحل الحاضن بده ظل تشتغل والنحل السارح بده ظل تشتغل فاحتى بدنا نستفيد من طاقة الطاقة الكامنة في النحل هذا اللي هو النحل الحاضن والنحل الحاضن هو اللي عنده القدرة الكافية على بناء الاساسات الشمعية فبنزيد في هذا الحالي مثلا الاساسات الشمعية وبصير في عنا سرعة كبيرة جدا في بناء الاساسات الشمعية لكن ما بدنا نحكي بالطريقة حاليا بالطريقة بالوقت الحالي بالاجواء الحالية ما بدنا نحكي بتفاصيل العملية لكن يعني نكتفي بفلسفة الطريقة اللي هو النحل ما يبرد النحل يستطيع بهذه الحالي البناء الاساسات الشمعية بشكل سريع فنترك هذا الموضوع لأوانو حتى ما يتسرع بعض الأخوة ويبدأ بتطبيق هذه العملية وبعدين يرجع كور انتوا غشيتونا خدعتونا في المعلومة ربما ما تزبط معا الأمور في وجود البرد وربما تتعرض الخلايا لنوع من الخطر يعني إذا أنا نسيت إن شاء الله تذكرني أخويا بموسى أو أي شخص موجود معنا في المجموعة وكم نحكي عنها ورح نصورها إن شاء الله وتشوفوها بالصوت والصورة تحياتي لك أخي موسى وتحياتي للجميع